سياسينا عودنا كيفاش تقبلت الامتيحان بدا كيفاش تهيئتلو كيفاش متهيتلو كي كان نهار دلول ديالك ديال الامتيحان من نهار بديتي بالنسبة الامتيحان الوطني فالاستعدادات ديالو ما بداتش حتى الاخر لحظة استعدادات ديالو بداتش طيلة السنة كي يخص الانسان يكون مواكب بالدروس ديالو واجور مع الاساسية ديالو بالنسبة الامتيحان الوطني فكلما اقتصر بكان سترس كيكبر كتشوف بليل وقت ما بقاوالو وهذا اليوم الاول قبل المادة الاولى ديال الفيزياء كانت الخلعة كبيرة بزاف ولكن ان في وقت تحت قدمك الورقة كي يخص الانسان يسيطر عليك الخلال ديالو ويبدأ يخدم يتوكل على الله ودرت العليا في الامتيحان الوطني والكمال ولله عز وجل والحمد لله المجهودات ديالو عطا تستمار ديالو اذا انت بهد نقطة شنو تبقى تكمل هنا الدراسة ديالك الجامعية في المغرب او لا تمشي الخارج شنو هي الميولات ديالك انا ان شاء الله ناوي نشي الاقسام تحضرية المدارس العليا وليما لنكمل قريتي في المغرب لان في المغرب كين مدارس كبيرة وكين تخرجوا منها شخصيات كبيرة ويعني ناس اللي باكفاء ديالو مستوى فليما لنكمل في وطن ديالي حسن شنو هي المهنة اللي تترقبه ولي تترقبه ولي تشوف تكون في المستقبل من وشه شنو هي المهنة صراحة ما ما انجاوش بالطريقة حاسي ميلا مزا ما عارش بالطبط ولكن كان ميل شوية الهندسة كمش تلقيت هاد النتيجة ديالالابن اطلقنا بكل فرح وسعادة انحمدو الله ومشكروا على هاد النتيجة هادي وكانتمنوا بان الناس كمين يكونوا فرحانين هو وبلدتهم والتربية ديال ياسين ومصار الدراسي ديالو كان على طيل سنوات يعني الحصيلة ديال هاد السنوات كثيرا يعني التعليم ديالو داز عدة مراحيل ابتداء اعدادي وتناوي داز جوج مؤسسات المختلفين وكان هاد المدنبرة دا كان وجه الشكر ديالي الاساسي ديالو ديال اعدادي ديال محمد عبدالله والاساسي ديالو بالخصوص ديال معاد اليقادة اللي واكبوه ومشاو معاهم فهد المسار طويل وشاق والحمدو الله وفي الدراسة ديالو كانت المتابرة والاستمرارية والعمال داوب طيلة السنة ما شيف لنا هيك بان كما تيقول الفرنسيين فو باتشوي الانفان كيكزيستو سن ديال الاليف اللعب ديالو 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 كانت مواضبة ومتابرة على مستوى كنتي الام ديال سي ياسين كنتي تايقع ان ياسين غادي يفوز بهد اولا بالبكالوريو وبنهد النتيجة ديال 19.40 اولا السلام عليكم بالنسبة للنتيجة ديالولدي ياسين تبارك الله عليه توفق معند الله سبحانه الله يوفق الجامع بالنسبة للنجاح ياسين تبارك الله عليه عرفتوه غادي ينجح ولكن بالنسبة على نقطة على المستوى الوطني هذه مفاجأة بالنسبة لنا ولكن الحمد لله ربك يجازي كل واحد اللي هو كيعمل هي نتيجة دي المتابرة طيلة السنة فياسين تبارك الله عليه كان بالمعية دي الأساتدة دياله ديال الجامع كان عنده المتابرة واخذ الأمور بجدية لأن السنة إشهادية هذه سنة ديال البكالورية في الامتحانات كيكونوا كتكون صعبة والإنسان كخصو يتسلح بجميع الأسلحة باش يفوز بالمراتب العليا وربك يوفق الحمد لله طريق العلم ربك يسهلها ونتمنى وتوفق للجامع إن شاء الله أشتاد أشتاد يمكنك تقولي لها ديالك اللي تعتبروا على أن المستوى ديالتعليم في المغرب هو هابط وخصو يزيد يتقوى ويتعزز اللي نقدر نقول لك أن المستوى ديالتعليم هو دائما كيف اللي كان فعلى الأباء وعلى الأسرة وعلى التلميذ في حد ذاته هو اللي خصو ياخذ المسئولية وهو اللي عنده نقص في الدروس في الليسي خاصو يكمل المراجعة دياله ويكمل بالكتب الأخرى ولكن هي النظرية الأساسية كيعتها لك الأستاذ وانت ضروري خاصك تكمل فبالنسبة لتعليم عمومي أو تعليم خصوصي فالمتابرة كتبقى التلميذ وكتبقى للأسرة دياله وكخصوم ياخذوا الأمور بجدية أكتر وبحسم أكتر باش كتكون نتيجة إن شاء الله مو شريفة أنا دبقى قسم أولا إيدادي طالع التامنا كم بغي نشكر كعالأطار ومدرسين لساموا في النجاح ديالخويا وكم بغي نشكر شاء الله حيت هو اللي اعطاه التوفيق وحيت هو اللي اعطاه التوفيق وشه هذا النتجة ديالالآخ وما تشوف أنك تجرك باش تكون حسن منه تجيب واحدة تسعتاش فاصيلة خمسين انشاء الله موسيقى 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 موسيقى